مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وأشارت ماتيسون إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر السنوي ستعقد بمشاركة شركاء من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي ستركز على موضوع الشباب حيث تعمل لجنة العمل الشبابية المشتركة بين البحرين والاتحاد الأوروبي على تحديد المواضيع والمشاريع ذات الاهتمام المشترك والتي سيتم طرحها في المؤتمر من جانب يعرب عضو البرلمان الأوربي خوزي بوزادياز وقفز عن أعجابه بما حققته مملكة البحرين من إنجازات خصوصا في مجال العمل النيابي مؤكدا في الوقت نفسه أهمية إدماج الشباب في المفاهيم الدولية عبر تطوير معارفهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة لمواجهة التحديات المختلفة التي يعيشها العالم اليوم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل الزاهر مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يستمر في تعزيز ونشر الوعي والسلام وحرية الدين والمعتقل من مختلف المنصات ومن هنا من البرلمان الأوروبي في بروكسل العاصمة البلجيكية جمعت طلبة في لقاء مفتوح لتطوير الأفكار العالمية والأراء والقضاء على التعصب بجميع أشكاله جلسة حوارية ثرية من داخل البرلمان الأوروبي بحضور عدد من طلبة كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي نقش خلالها أبرز المواضيع في إطار حرية الدين والمعتقد هذا اللقاء هذه المرة مميز جدا باعتباره يجمع نخبة من الشباب البحريني وأيضا مجموعة من الشباب الأوروبي من بعض الدول الأوروبية ومناقشة فكرة دور الشباب وأهمية الإنترنت في مكافحة الإرهاب وأيضا دور في لم العالم والشباب بالذات في موضوع التعايش السلمي بين الأديان رؤية جلالة الملك هي المحفز الأول للشباب في هذا المجال اليوم أطلقنا ورشة عمل رائعة بالاشتراك مع تجمع الشباب من الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين واخترنا أن تكون الورشة شبابية لأن الشباب هم الحاضر ويجب تزويدهم بالعمل والمعرفة والأدوات للتقدم والازدهار حوار مفتوح تطرق إلى المسؤولية العالمية في دحض التعصب والانطلاق في فضاء أرحب نحو السلام لترجم هذا التوجه رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لا بد أن نستذكر أحد أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بأن الجهل هو العدو الأول للسلام ومن هذا المنطلاق تأتي أهمية التعليم كأداة أساسية في مكافحة مطواهر مذمومة مثل الإرهاب وخطاب الكراهية على سبيل المثال ولكن في وقتنا الحالي بسبب تعقد الظروف الدولية وتطور مستوى الحياة فأتت أهمية ملحة جدا لخلق محتوى إلكتروني يدعم هذه الجهود التي تبنى على أرض الواقع وتنتقل للفضاء السبراني هذا وشارك الشباب في قرش عمل اختصت في تطويع النطاق الإلكتروني لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلام من خلال التأكيد على حرية الدين والمعتقد وكان هذا العنوان من أبرز العنوين التي وضعت على طاولة الحوار بكل شفافية ليتم تبادل الأفكار في هذا الشأن من مختلف الطلبة الذين اجتمعوا من مختلف الخلفيات الدينية والثقافية وجمعها لتحقيقها على أرض الواقع ما شجعني اليوم للمشاركة هو مشاهدة الشباب من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية وأنا قد أتيت من ألمانيا للمشاركة في هذا التجمع الشبابي المهم من أجل الجلوس على طاولة واحدة وتبادل المعرفة والأراء من أجل مستقبل مستهر للبشرية جمعها أعتقد بأن الشباب يلعبون دوراً أساسياً في تقريب وجهة النظر بين الدول والشعوب إن هذا الحوار المفتوح بين شباب مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي مهم جداً وسوف يسهم بالتأكيد في تعزيز الحلقات والوصول إلى توافقات في جميع المجالات التي تهم الشباب في كافة أنحاء العالم أعتقد أن أهم شيء هو إيجاد أرضية صلبة للحوار المفتوح وأقدر مبادرة مركز الملك حمد العالمي للتعيش السلمي فنحن نتحدث اليوم عن الفضاء الإلكتروني بكل الشفافية ونحاول توحيد الجهود لمحاربة كافة أشكال الاعتداءات فيه مملكة البحرين سبقة في شتى المجالات وتتسيد المشهد العالمي في تعزيز السلام وضمان حرية الدين والمعتقد من خلال مبادرتها الرائدة التي تجوب العالم انطلاقا من مملكة البحرين أرض السلام شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين